أثارت تصريحات أطباء فرنسيين حول إجراء دراسة واختبار للقاح ضد فيروس كورونا في الدول الأفريقية انتقادات وسخطا على مواقع التواصل الاجتماعي وفي مختلف الأوساط هذه الانتقادات جاءت بعد برنامج تلفزيوني بثته قناة فرنسية حيث دعا فيه رئيس طوارئ مستشفى كوشان في باريس جانبول ميراد لإجراء دراسات واختبارات للقاح ضد فيروس كورونا في دول أفريقية وقال جانبول في حوار مع المدير العام للمعهد الوطني للصحة والأبحاث الطبية في فرنسا إذا استطعت أن أكون مستفزا ألا يجب إجراء هذه الدراسة في أفريقيا حيث لا توجد أقنع ولا علاج ولا إنعاش مضيفا أن ذلك يشبه إلى حد ما ما تم القيام به في أماكن أخرى لبعض الدراسات حول الإيدز حيث تم القيام بتجارب على بائعات الهوى بدوره أيد المدير العام للمعهد الوطني للصحة والأبحاث الطبية كاميل لوكت هذه الفرضية أثارت هذه التصريحات انتقادات واسعة على وسائل إعلامية وعلى شبكات التواصل الاجتماعي ووصفت بغير المقبولة بل والوقحة ورأى فيها البعض دليلا على استمرار الاستعمار والعنصرية ترجمة نانسي قنقر